الطلبة قد يشكلون فارقا في الانتخابات البريطانية ولسيما في الدوائر التي توجد بها جامعات مثل برايتون وباث وغيرها تشير الانتخابات السابقة إلى أن الطلبة يصوتون لصالح حزب العمال إذا صوتوا في دوائرهم الجامعية ولكن إذا صوتوا في دوائرهم الأصلية فإنهم يصوتون لصالح أحزاب مختلفة هل سيشارك الطلبة بعدد أكبر هذه المرة في ظل التقارير التي تفيد بزيادة أعداد المسجلين في جداول الناخبين من الطلبة؟ قمت بزيارة جامعة وستمينستر وسألت بعضهم نعم رح سوت إن شاء الله سأصوت بالطبع نعم سأصوت نعم سأصوت نعم سأصوت بالطبع سأصوت وما هي القضية التي تشغل الطلبة؟ هل البريكزيت أم الرسوم الدراسية أم الولاء الحزبي أم ماذا؟ أول أدية أنه بدي نبقى بالأيو تمويل أكثر لقطاع الصحة وتخفيض للرسوم الدراسية سأصوت للحزب الذي سيبقين في الاتحاد الأوروبي أو على الأقل الحزب الذي سيعطينا فرصة للتصويت مرة أخرى على البقاء أو الخروج الخضية الأساسية هي الرسوم الدراسية لأنني طالب ولدي أقارب سيدخلون الجامعة ولا أود أن يقترضوا للدراسة عدم خسخصة قطاع الصحة لأنه من حق الجميع التمتع بخدمة صحية مجانية خسخصة قطاع الصحة وقوانين الهجرة وبالتالي لبريكزيت قضية هامة لي يذكر أن عدد أعضاء مجلس العموم هو ستمائة وخمسون عضوا ويحتاج أي حزب للفوز بالأغلبية الحصول على ثلاثمائة وستة وعشرين صوتا وقد وصل عدد المسجلين في جداول الانتخابات منذ الإعلان عنها حتى إغلاق أبواب التسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وثلث هؤلاء من الشباب دون سن الخامسة والعشرين ومعظمهم طلاب وهي أول انتخابات تجرى في هذا الشهر منذ عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة السياسة التعليمية العليا البريطانية إلى أن سبعة من كل عشرة طلاب سيصوتون على أساس قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي وتضيف للمؤسسة أن قضية البريكزيت قد تكون العامل الأهم والحاسمة حتى بالمقارنة بالرسوم الدراسية للطلبة عند التصويت هناك تركيز على الطلبة في هذه الانتخابات ولسيما أن تاريخها في الثانية عشر من ديسمبر كانون الأول يأتي قرب نهاية الفصل الدراسي قبل إجازات رأس السنة وعيد الميلاد وبعض الدوائر التي يصوتون فيها قد ترجح كافة مرشح على آخر مثل ما حدث في برايتون ويتكهن البعض أنها قد تؤثر على الدائرة المرشح بها رئيس الوزراء البريطاني بور جونسون التي توجد بها جامعة برونيل سعيد شحاتا بي بي سي ترجمة نانسي قنقر